بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن ادارة نبات الطماطم داخل البيوت المحمية وكمان خارج البيوت المحمية فالتنين واحد يعني الفروقات بسيطة بالنسبة لأي مؤسسة عشان تكون نجحة لابد يكون في ادارة نجحة لها تمام والنبات عشان يجيب كل اللي عنده وعشان يدي محصول كويس اقتصادي يبقى لازم الادارة بتاعت النبات ده هو تكون صح من اول يوم لحد اخر يوم طيب الادارة بتاعت النبات هتم بداياتا يا جماعة من حتى اختيار الصنف نفسه حتى اختيار الصنف نفسه اولا بتختار الصنف بتاعك بناءا على ايه بتختار الصنف بتاعك بناءا على المناخة والأجواء اللي انت هتزرع فيها تمام هل انت هتزرع في بداية هتزرع في بداية شهر 8 هتبدأ زراعة مثلا في شهر 10 هتبدأ زراعة طبعا 11 12 واحد ما بدنا نأيدش ان احنا نزرع فيهم في الصوب إلا إذا كان فيه تدفئة هل هتزرع في شهر 2 هل هتزرع في شهر 3 أولا اختيار الصنف عليه عامل وعامل مهم جدا علشان يكون عندك نجاح بيختار الصنف على أساس ايه لكل طائر مشربه زي ما بيقولوا والبردو كذلك لكل مزارع له ظروف التسويق بتاعته فيه ناس بتحتاج الحباية بيت الطماطم كبيرة فيه ناس بتحتاج حباية الطماطم متوسطة فيه ناس بتحتاج حباية الطماطم ان يكون اللون بتاعها أحمر غامق فيه ناس ما بتفرقش معها زي الخليج مجرد بس ان هي تبقى يعني بتوصل لمرحلة اكتمال النواء بتفرقش معاهم اللون الأحمر وكده عندنا في مصر طبعا بتفرق معنا قصة اللون الأحمر وكده تمام فبنختار الصلابة طبعا بتاعت الصنف اللي انت هتزرعه إن كان الصنف ده هتاكل فريش أو هيتاكل هيتعمل بها صلصة زي أصناف هاينزي بالنسبة لناس اللي بتزرع خارج البيوت المحمية تمام فاختيار الصنف يا جماعة عليه عامل مهم ومهم جدا طبعا الاحتمالية الإصابة بالفيروس قد 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 مدى التحمل بتاعه للفيروس بيكون شكله ايه التحمل بتاعه للأمراض الفطرية في التماطم فيها أصناف بتتحمل فعلا الأمراض الفطرية فيها أصناف بتتحمل فعلا الفيروسات وفي أصناف ما بتتحملش الفيروسات عشان كده يعني ناخد بالنا فيه اختيار الصنف دي رقم واحد بنتكلم فيها بعد كده بنعمل كونسولتو كده عن الأرض ملوحة التربة وملوحة مية الري ملوحة التربة وملوحة مية الأرض وقوام التربة كمان يعني القوام بتاعها هل التربة دي أرض حمرة هل الأرض ده هي أرض رملية هل أرض طينية هل أرض طمية هل بتحتفظ بالمية هل ما بتحتفظ نحاول نشوف القصة ده هي تمام بعد كده بنبدأ نشوف مية الري طبعا انا عندي لو عندي اراضي خفيفة او اراضي رملية فلو ملوحة مية الري زيدة شوية الف الف ومتين الدنيا تمشي معايا اما لو اراضي تقيلة وهروي به او بروي بالري بالطنقيد وعندي الاملاح زيدة فطبعا الموضوع ده هو مش هيبقى كويس خالص فنحاول نشوف لنا اي حل بالنسبة لملوحة المي طيب انا هو الافضل ان انا اروي بمية عزبة لارض ملحية ولا اروي بمية ملحية لارض عزبة لا هو الافضل ان انا لو عندي مية عزبة وارض ملحة شوية مش مشكلة ولكن لو عندي ارض كويسة وهروي بمية ملحة لا ده مشكلة ومشكلة كبيرة جدا لكنه كل ما بتضيف مية بتضيف جزء من الاملاح لقطاع التربة اللي عندك او الارض اللي انت زارع فيها بعد ما بنحاول نختار الصنف طبعا ويه بنختاره طبعا نكونه متحمل الفيروسات متحمل الحرارة المهم المواصفات اللي المفروض انت طالبها بنزرع الصنف ده هوت فيه المشتل ولابد برضو المشتل بتكون له ادارة سليمة داخل المشتل الادارة السليمة داخل المشتل بتتلخص في الاخر ان انا اطلع عود شكلة كويس جدا خالي من الاصابة ان كان الفطرية ولا الاصابة الحشرية مفيش فيروس داخل على المشتل مفيش عفان جزور داخلت على المشتل لاني طبعا لو نقلت اصابة يبقى كاني ما عملتش حاجة خالص في كل العوامل اللي انا عملتها ديا للأسف الشديد ما عملتش حاجة المشتل لو مصاب بالفيروس دي ما انصبه سودة ولو في امراض فطرية طبعا هنقعد نعالج والنبات هتأخر في النمو بتاعه لان المجموع الجزري من تحت مضروب فعشان كده المشتل من اول ما بنزرعه بنختاره التربة بتاعته الكويسة وبنبدأ نعمل جو كويس بالنسبة لدرجة الحرارة بتاعت المشتل ما تزيدش يعني عن التلاتين درجة تكون في المتوسطات من عشرين لتلاتين درجة انا ما احب المشتل لا درجة الحرارة بتاعته تقل ولا تزيد زيادة عن اللازم لان لما بتقل بيحصل تقزم للنبات والانبات بيبقى ضعيف ولما بتزيد طبعا بيحصل برضو مشاكل ان النبات بيجري بسرعة وبسرول معانا وقد برضو مع التزليل او الرطوب العالية بيصاب باعفن الجزور فعشان كده درجة الحرارة يريد نعرف نزبطها وسهل جدا انك تزبط درجة الحرارة داخل المشتل بحيث ان انا اطلع شتلايا لا يزيد طولها عن 12-13 سنطي المجموعة الجزر بتاعها بيكون قوي بنسقيها محلول فطري قبل ما بنزلها الارض المستديمة ويعني من الاخر بنطلع عود شتلا كويس وبنبدأ به صحة عشان نقدر نربي نبات داخل البيت المحمي او حتى خارج البيت المحمي يكون نبات صح بعد ما بنحط النبات بتاعنا طبعا الحاجات اللي قلنا عليها قبل كده المفروض يعني ترائب لو عندك اصابات فطرية قبل كده او عندك نماتودة بتعليجها او لو نسبة نماتودة قليلة طبعا بتحط لها البرنامج اللي انت عارفه قبل كده اساسا وبتكلمين عليه قبل كده لو الارض عندك فيها مشكلة او لاحظت ان فيه النبات فيه مشكلة ان هو مبين مش نموه الطبيعي تحاول تشوف عندك الجزور ربما يكون فيها اي مشكلة بالنسبة لي الريد الريد طبعا في بداية عمر النبات بيكون قبقى وسينة او ادنى الزيادة في اولا الريد يكون معتدل في فترة النمو الاولى تمام بحيث يحصل عملية نجاح للشتلات بعد نجاح الشتلات نبدأ بقى ان ايه نداعب النبات براحتنا بقى ونلاوع النبات كده بحيث ان انا اعطشه شوية على اساس ان انا اعمل مجموع جزر كويس تمام وبعد ما بعمل مجموع جزر كويس بقى المفروض يعني بكون وضع النبات في الاول يعني بداية من عشرين يوم وطالعا ان تقريبا في بعض الاصناف الطماطم بتزخر داخل البيوت المحميل بعد تمنتشر يوم لحد خمسة وعشرين يوم او شهر كمان على حسب برضو درجة الحرارة وعلى حسب عمر الشتلة اللي انت نقلتها من المشتل الارض المستديمة وعلى حسب برضو نوع الشتلة نفسها يعني الموضوع كبير ولكن احنا بس بنختصر بنحاول نختصر ايه اللي بيحصل بداية ما بنحط النبات داخل البيوت المحميل طيب المرحلة الاولى قلنا يعني بعد سبات الشتل بنحاول نماشي النبات بحيث يكون مجموع جزري ماشي مع المجموع الخضري برضو ماشي متماشي مع التزهير لان انا في الاخر اعيد ثمرة الثمرة دي هتيجي منين هتيجي من الظهرة الظهرة دي هتيجي منين هتيجي من نبات كويس اذا كان النبات قوي خالم الامراض ما فيوش اي مشكلة خالص اذا الازهار بتاعتها تجي قوية وبالتالي العقد بتاعها هيكون قوي وبالتالي الثمار عندي هتكون كويسة ما فيهاش اي مشكلة اطلاقا اما لو النبات حصل له انتكاسة من الاول خلص وما عرفتش ادير الفترة دي ما فيش ادارة كويسة للنبات في الاول انا اعتقد انه مصصعب جدا انك انت يعني النبات عندك يكون كويس خصوصا لو الظروف معاكسة يعني لو احنا مثلا زي ما احنا زرعين التماطم السيلفيانا دي زرعينها في اجواء الكويت تمام فيه اه درجة واحد تمانية يعني درجة الحركة بتوصل معنا في الشهر الاول لخمسينات طبعا سهلة جدا انها توصل للخمسين فالادارة لو ما كان لو النبات حصل له انتكاسم الاول للأسف شديد عوامل الفشل هتكون معاك اكتر من عوامل النجاح عشان خاطر كده لازم تاخد بالك من لازم تاخد بالك من قصة المرحلة الاولى في حياة النبات بعد كده لما بنقول المجموع الخضري مع المجموع الزهري مع الجزور مشي كويسة طبعا بتبدأ عملية لف النبات لف النبات بحيث ان انا مفيش ما نسمحش اطلاقا باي او تربية النبات ما نسمحش اطلاقا باي افرع جانبية لان الافرع الجانبية دي بتدمر النباتة جماعة عشان تكونوا عارفين يعني يعني فيه ناس طبعا بتستخطر كتير لا انت المفروض كل اربع او خمس ايام على حسب برضو درجة الحرارة في الصيف النبات بيجري عن الشتاء المهم ما تسمحش بان الافرع الجانبية تزيد عن خمسة سنطة يعني تشيل على طول بتجري على طول ويا ريت حتى يعني القص بتاعك زي ما احنا شرحينه في فيديوهات كتير على فكرة جماعة في فيديوهات من سنتين وثلاث سنين واربع سنين اقسم بالله كنوز كنز موجود يعني قدامك لكل عملية زراعية داخل الطماطم ولكن احنا بس من مبدأ فذكر فان الزكرة تنفع المؤمنين يعني فبنذكر الناس باذن الله تعالى فاللي احنا بنتكلم عليه برضو ان التقليم يبقى ماشي او التربية يبقى ماشية في النطاق السليم بتاعك تمام بالنسبة لمكافحة الامراض طبعا عليها عامل كبير جدا بحيث ان انا برضو ما اسمحش الوقاية خير من العلاج ده ما ابدأ انا متعلمه من بداية خالص مش في امراض النبات الانسان بس حتى في امراض النبات تمام فالوقاية خير من العلاج من الاول خالص حضرتك ما تسمحش لاب المرض الفطري ان كان في المجموع الجزري او في المجموع الخضري يجي لك اساسا تمام دي رقم واحد رقم اتنين اه بالنسبة لي الامراض الحشرية برضو لازم الرش يكون في الصيف كل اه يومين والثالث او ثلاث ايام والرابع في الشيطة ممكن كل اسبوع رش حشري ما عندكش مشكلة خالص في الصيف لو انت زارع في البيوت المكيفة ممكن كل خمساشر يوم ترش فطري ولكن اه شايف عملية مشى العكس زي ولكن اه بالنسبة لي الحشري لا المفروض ترش وترش اه كل ثلاث ايام والرابع ترش رش تمام اه لحد باذن الله تعالى ما بتوصل لسلك حامل المحصول المفروض القصة دي يعني في حدود اه شهرين يعني انا بقول في ستين يوم المفروض نكون وصلنا او خمسة وستين او سبعين يوم على حسب برضو درجة الحرارة والصنف وحاجات كتيرة المفروض نكون وصلنا لسلك حامل المحصول تمام والمفروض يكون عندك اه من اه تسع لعشر ابراج في الاثنين في الاثنين سنط ونص اللي اه بنتكلموا فيهم تمام اه ده البعد كده انت اه حاجة من الاثنين اما انك تقص تقص القمة النامية وتكتفى بكده او دي ناس كتيرة بتعملها عشان متتعبش نفسها لان الترقيد النهار اصبح بكلفني جامد يعني لو ما اللي بترقى دي النبادي بتكلفنا جامد تمام فبنشيل وبنزرع مكانها حاجة تانية او اه في ناس طبعا بترقى على حسب يعني انا في الترقيد اشتغلت عليه كتير وفي القصة دي برضو اشتغلت عليها كتير اه يعني اقدر اقول لك في الاجواء بتاعت الكويت انا بزرع في واحد تمانية تماطم بشيلها في واحد اتناشر وبزرع مكانها خيار بزرع خيار شتلات في واحد اتناشر وبعد كده اه بزرع في بداية اه وخمستاشر تلاتة بزرع تماطم غيرها تاني بحيش ان انا دورات خلال موسم النمو تمام اه بكده بنوصل تقريبا لاخر الفيديو بتاعنا شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم